مولانا بعد انسحاب بشكل أو بآخر التشدد والتطرف والدعوة العنيفة من المجتمع المصري والمجتمع المصري وسطي بطبيعته منذ آلاف السنين تشغله الروحانيات وإشغاله البحث عن الله سبحانه وتعالى فأصبح هناك ما يشبه حالة ليس فراغا تاما وإنما وجود مساحات تحتاج لأن نشغلها هذه المساحات بما نشغلها هل البحث عن الله سبحانه وتعالى من خلال الصوفية ومن خلال التصوف هو وسطية كافية تناسب المجتمع المصري في هذه الفراغات المتاحة أم أن هناك أمور أخرى يمكن أن تكون موجودة أيضا؟ لابد علينا أن نتفاهم أن الصوفية ليست حلا على الرف ده الصوفية أساس من أسس الدين الذي جاء أنا جبريل ليعلمنا أمر دينه حديث الاعتمد عليه الصوفية وهو حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيننا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد وبيض الثياب شديد بالسواد الشعب لا يعرفه أحده منا وليس عليه أثر السفر فجاء حتى وضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخديه كهيئة المتأدب يعني يتعلم السيد وسأله ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان وكلما يسأله يقول له أنه كذا فيقول صدقت فعجبنا كيف يسأله ويصدقه حتى ما إذا ما قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراغ فإن لم تكن تراغ فهو إرى ثم سأله عن الساعة فقال من مسؤول عنها بأعلى من السائل قال فما علمتها وأخذ المسلمون هذا الحديث لأنه قال أتدرون من هذا بعد من صرف قالوا من قالوا قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم فأصبح عندنا تقسيم العلوم وتقسيم المكتبات على هذه الصفة علم التوحيد حتى يحفظ الإيمان علم الفقه وفرع عنه علم أصول حتى يحفظ الإسلام علم التصوف حتى يحفظ الإحسان والدراسات المستقبلية التي سميت بالفتن والملاحم حتى ندرس ما الذي سيكون وما طريقة مواجهة هذا الكائن عندما يكون هذا قسم ألف فيه ابن كثير وألف فيه نعيم ابن حمد وألف فيه ناس كتير بنوا المكتبة الإسلامية على هذا المربع الإيمان الإسلام الإحسان الدراسات المستقبلية وفضلنا كده لغاية ما احتككنا بالغرب والأمريكان ودخل تصنيف ديوي العشري وكده إلى آخره فاختلت الأمور لدرجة إن إحنا اضطرنا إن إحنا نعمل حاجة اسمها ديوي المعدل أو ديوي العربي الأستاذ الدكتور الشطي الله يرحمه وغيره يعملوا كده يا ده علشان لأنه إحنا كديانة كلها واخده اتنين على عشرة والعشرة دي بقى بقت فيها 11 12 13 كده إحنا هو آخر واحد الإسلام فإزاي هتخط مكتبة زي در الكتب في 211 إحنا لنا حتة بسيطة جوة لجوة لجوة فعدلوها وعملوها طريقة تلك المهم إن التصوف ده جزء لا يتجزأ من دين الإسلام ده تلت الدين والأكتر من كده أنه هو هدف الدين وأنا بصلي لي ولا بأؤمن لي ولا بأعمل لي علشان أعبد الله كأنني أرافة إلا بأكون أرافة هو يراني وأراه يراني عمل المسألة طبقات فأصبح في عوامه خواصه وخواص الخواص كل حرف تكلم بيه الصوفية له أصل في الكتاب والسد حتى الناس لما أسلمت الهندوك أسلمه البوزيين أسلمه المجووس أسلمه الديانات أخرى عجيبة غريبة أسلمت ودخلت في الإسلام دخلوا بتجاربهم فلما جم عند هذه النقطة أنا معايا تجربة بشرية لكن لا أريدها إلا بالكتاب والسد ولذلك اللي بيعملوا دلوقتي ميدتيشن وزن ويوجا ويش عارفيه وكذا إلى آخر كل كلام ده مر على المسلمين من الأوائل من ساعة الصحابة ومن بعده وخدوا منه إيه اللي يوافق الكتاب والسد وطركوا منه إيه اللي ما يوافقش الكتاب والسد لما حد يقعد يكلمني من غير المسلمين في أسائل العالم الصورة بتصح غير الواد الداعش الواد الداعش لما يدعو عايزة دم وعايز سلطة وعايز قهر للناس على دين الله وهكذا مدخل سلطوي منفر منفر داموي ولكن المدخل الصحيح الذي علمنا إياه رسول الله عاد 14 سنة في المكة ما مديش إيده على حد وقالوا أستعرب بين هذا الوادي وإحنا نقل لك دام فتمعر وجهه غضبا احمر غضب فقال ألا إني رسول الله ولا ينصرني الله حتى تسير الضعين من مكة إلى الحيرة وفروا من مكة إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها الضعين عن المسافر وأخذ العلماء من المحققون من هنا إن الستة تسافر لوحدها مدام الطريق آمن علشان القضية كانت قضية عدم الأمن مش قضية عدم ثقة فيها الجندر إنه دي ستة فما تسافر لا ستة سفرت من المدينة اتخاطفت سيدنا مش هيسقط يطلع وراها كتيبة يجيبوها تاني يوم واحدة قال لهم وبعدين إحنا مش فاضين ده إحنا نتضرب من بدرف في المدينة أوحد في المدينة الخندق في المدينة ده إحنا نتضرب طول النار من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تسافر إلا ومعها محر عشان ما لقش عليه لكن الأولانية بتقول إيه من مكة إلى صنعاء لا تخافوا إلا الله والذئب على غنمه بابا الأصل فهداء بيقول لي لما الطريق يبقى مش آمن ما عليش يبقى نشوف نرتب لها لما الطريق آمن خلاص تسافر إلى آخر ما هنالك من فهم عميق للشريعة الإسلامية ولأوامر سيدنا سيدنا إحنا عايزين نفهم المنهج بتاعه مش الزمن بتاعه فمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركه لنا ميراثا وتركه لنا نورا وهدايا وما آتاكم الرسول فاخذوه ومنهاكم عنه فانته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله